اشتركوا في القناة ويقول بجأ الإسلام غريبا ويسيعود غريبا هل هذه الأحاديث متوافقة في المعنى ومع شرحها شكرا لا تعارض بين هذه الأحاديث فخير القرون القرن الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة فهم خير قرون هذه الأمة ثم من بعدهم في الأفضلية قرن التابعين الذين تتلمذوا على الصحابة ثم من بعدهم أتباع التابعين الذين تتلمذوا على التابعين وهذه تسمى القرون المفضلة فهم خير القرون لقربهم من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفضيلتهم على سائر من يأتي بعدهم بعدهم وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه هذا بعد القرون المفضلة لأن الشر إنما كثر وحدث بعد القرون المفضلة كما وظهرت الفرق الكثيرة بعد القرون المفضلة كما هو معلوم والحديث الثالث نعم بدأ الإسلام غريبا بدأ الإسلام غريبا هذا في آخر الزمان يعود غريبا يعني في آخر الزمان كما بدأ فلا تعارض بين الأحاديث نعم